السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثة عشرين حزيران يونيو طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان في ساعات المساء المتأخرة بده ينتقل لبرج الأسد طبعا اليوم يوم المفاجآت الغريبة ما بين إيجابية وسلبية أيضا القمر اليوم موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وثلاثين دقيقة من ظهر اليوم الثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان أغلب اليوم فمنشعر برضو اليوم بقوة العاطفة من حاول الخلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه أو ذكرياته يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة أو الاهتمام بأي شيء العلاقة بالعقارات أو بالعائلة الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقف ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتن وقلنا أنه هاي تاثراتها من يوم 11.6 إلى يوم 26.6 طبعا دروتها كانت يوم أمس بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميل لتتبع أحلامنا ومشاريعنا الخيالية تعرف حياتنا بعض التعقيد أو الفوضى أو الاضطراب ممكن انميل لحل مشاكلنا باللجوء لا الكحوليات أو الأدوية أو المخدرات يعني بمعنى آخر الهروب من الواقع وبرضو ممكن نتعرض لبعض الوعكات الصحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تاثراتها من يوم 25.5 إلى يوم 14.7 طبعا هاي الزاوية برضو بالدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وفي بعض السعادة المادية وهاي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعا تاثراتها من يوم 18.6 إلى يوم 24.6 ذروتها القسوة يوم 21.6 الساعة 3.22 دقيقة عصرا بتوقيت كرينج بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقة مع أحبائنا بتجعل أو بتشجعنا على القيام على مبادرة معينة بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كمان بتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تاثراتها من يوم 12.6 إلى يوم 21.6 يعني ضيلها يوم هو بتنتهي بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح هذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين ممكن نستفيد من الراحة اللي بتوفرلنا إياها هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها سفر أو تسلية أو نوع من أنواع المرح أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي تاثراتها مستمرة من يوم 17.6 إلى يوم 5.7 طبعا ضربتها يوم 26.6 في تمام الساعة 9 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتخلي عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبتسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعب وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تاثراتها من يوم 22.4 إلى 22.6 يعني احنا في أواخرها تقريبا طبعا كان ذروتها يوم 18.5 وهي اللي بتدل على خسارات مالية أو ظهور عقابات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية طبعا لليوم تأثيراتها القوية أو ذروتها أول زاوية زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي تأثير ذروتها الساعة 4.33 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء يعني تأثيرها من الآن ولغاية تعصر يوم الثلاثاء بالظل موجودة بالنسبة لهذه الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسليئة غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها اليوم الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة بعد العصر ولكن تأثيراتها بتبدأ من صباح اليوم الثلاثاء وبتستمر حتى صباح يوم الأربعاء هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة برضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأشخاص خصوصا اللي بيشتغلوا إما بالعمل الفني أو المسرحي أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي ذا روتها ساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء ولكن بتبدأ تاثيراتها من صباح اليوم الثلاثاء وبتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة ممكن تتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة والروحانيات والغيبيات وبتقوي شهوانيتنا بشكل كبير أو بشكل ضار بمعنى آخر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشرة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بانتقل ويستقر في برج الأسد وتبلش تأثيرات برج الأسد تأثر على جميع الأبراد عشان هيك من ساعة المساء بصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا أغلب اليوم رح يكون عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبة للتادي غشاء الجنب وبعديها والصفاق أيضا اللي هو الغشاء هذا اللي ببطن جدار البطن الداخلي والأعضاء الداخلي جوالبطن وعندنا الجهاز اللينفاوي وعدم الصدر هذولا الأكثر حساسية أغلب اليوم في ساعات المساء المتأخرة بصير عندنا القلب وشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا اللي بصيروا أكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا علينا الاهتمام بهاي الأعضاء اللي ذكرناها وخصوصا اللي ذكرناها طيلة النهار والأعضاء الأخرى طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل لأنه ولادة هلال الآن مناسب أيضا لعمليات التجميل والحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار اللي هي في ساعات المساء المتأخرة بتكون ساعات ضهيرة في دول أخرى أو ساعات صباح في دول أخرى فبدهم ينتبهوا من ساعات المساء بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد معناته خلو المسار القادم بيصير يوم الخميس ولكن خلو المسار هذا شوي طويل يعني مدته لأنه بيبدأ يوم الخميس 22 ستة بيبدأ فيه تمام ساعة خمسة بعد العصر بتوقيت جرينج وبيستمر حتى الساعة عشر أو أربعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم اللي هو يوم الجمعة بتوقيت جرينج يعني مدة من نقدرها إحنا مدة أكثر من 12 ساعة فمدة طويلة لا ينتقل القمر بعدها يوم الجمعة لبرج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد عمره يومين في تمام الساعة أربعة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينج بيصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة طبعا منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 15% القمر في السرطان وبدو ينتقل لبرج الأسد ورح يضل في برج الأسد ليوم 23 ستة سعيد الآن بنسبة 60% أما في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة 15% عطارت في الجوزاء حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحسة بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا ياريت اللي مش مشترك يشترك اللي بدي حط لايك وحط لايك بدي حط ديس لايك وحط ديس لايك بدي يكتب كومنت يكتب كومنت في عندكو برضو زي ما طلبته مني انه في كبستين وحدة تشكرات وثانكس للي بديد عمل القناة وبدو يتبرع اللي بديد ينتسف القناة أهلا وسهلا اللي بديد يتبرع برضو في بيبال في صندوق الوصف إذا حاب يتبرع عن طريق البيبال اللي مش حابب يع حط ديس لايك ولايك ويلغي اشتراكه عادي يعني اللي بديو يسب علي يسب علي يعني خلص بطلت أعمل حلقات أرد عن ناس اللي بتسبه بتغلطه بتنتقده مش عارف إيش بل بديعمل أي شي يعمله يعني الكل تفضل المايك معكو يلا علقو وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو بتهتموا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة حاولوا إنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء ضاغطة والمسؤوليات كبيرة وممكن اليوم تكون على موعد أو على ارتباط مهم ما بجوز الفشل بسبب يعني انفعلاتك أو عصبيتك في نوع من أنواع المصريف المنزلية أو والاهتمام والاهتمام بحدث عائلي في ساعات المساء المتأخرة طبعا القمر بصير في برج الأسد هنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفرجات وتطمينات ورومانسيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم برضو بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبتكون ومعني عندكم نشاط وحيوي وقدرة على الإقناع عالي جدا ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان تتمتع بطاقة فكرية وجسدية كبيرين دافعوا عن مبادئكم ولكن بليونة ودبلوماسية انتبهوا لكلامكم بشكل واضح تماما من التسرع أو الكلام الجارح أو الكلام الغير مفهوم برضو على المستوى العاطف الأجواء ممتازة جدا ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع عمل مفيد أو تتخذ بعض القرارات المهمة أما في ساعات المساء المتأخرة فهنا بصير التركيز على البيت وعلى العائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات بتتجرؤوا بتناقشوا أي مسألة اليوم فترة مناسبة يعني هي تركيزها خليها على الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية لأنها هي الفترة اللي فيها كثير من الأشياء المميزة على هذا المستوى مطالبة أو عمل أو مستردات حقوق هدايا أشياء من هذا القبيل ولكن إحذر من المحتالين أما في ساعات المساء فهنا بتنشطوا بالسفر القصير والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات نشاط عالي وحيوية بتبدأ من ساعات المساء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم عندكم قدرة عالية جدا على التواصل وإيصال المعلومة والعاطفة والحيوية أكثر من الأيام الماضية ممكن تحقق انتصار أو تظهر بعض المزايا الرائعة اللي بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها والشمس هي بتقترب منك يعني يوم الغد إن شاء الله بتوصل لعندك وبتبدأ مرحلة جديدة يعني وجودها في بيت المتاعب أتعبت خلال فترة الشهرين الماضيات ولكن الآن بدأت يعني رح تبدأ المرحلة اللي رح تعوض كل الأمور فيها من ساعات المساء طبعا هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي يعني ممكن تهتموا بالضبط الميزانية المشتريات ترتيب وضع مالي ولكن بتكون تحرصوا على أموالكم من السرقة أو الضيعة برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكونوا مرهقين قليلين الحماس هيك مضغوطين حساسين زيادة ردات فعلكم صعبة بتحاولوا تبتعدوا عن الأضواء فيعني أهم شي ضبط الأعصاب وما تتخذوا قرارات حاسمة خلال هذا اليوم لأنه أي انفعل ما رح يكون أو أي قرار ما رح يكون لمصلحتكم أما من ساعات المساء فهنا بتبلش الطاقة شوية تزيد درجة درجة لأنه القمر رح يوصل لبرج الأسد فبتبدأ فيها نشاط وحيوية بنقلب بعض الخيارات والتوجهات بشكل بناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنب وانتقاد أي شخص خلال هذا اليوم لأنه ردات الفعل مش متوقعة وحاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على معارفكم وأصدقاكم هذا اليوم بيحمل فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وهذه فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد ولكن زي ما حكينا القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك أي شيء العلاقة بالقرارات الحاسم يحاول أنك تبلش ما تصدرها في هاي الأوقات في ساعات المساء خلاص بوصل القمر بيصير في برج الأسد فعشان هيك تدخل فترة غير مريحة من ساعات المساء المتأخرة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم بالفترة القادمة لا توقع على عقد ولا تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيتركز كل جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبرضو بوسعكم إثبات جدارتكم مدفع بمصالحكم بشكل قوي جدا بعلاقاتكم أو أعمالكم وهذا اليوم برضو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل وممكن اليوم يعني يكون فيه مسألة شخصية تسبب لك نوع من أنواع القلق أو العبئ أو الارتباك تتعلق بالمنزل أو بأحد أطراد العائلة أهم شيء إنك ما تجازف باستقرارك واستقرار وضعك المعنوي أو الشخصي من ساعات المساء المتأخرة بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة في مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة إلى لقاء معين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وخصوصا في ساعات العصر تقريبا ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من بعض المتاعب الصحية أو اللعكات الصحية رغم أنه ما في أي مخاطر اليوم جيد على مستوى زي ما حكينا أي شيء العلاقة بخارج البلاد والامتحانات والجامعة والعلاقات العاطفية أيضا أما من ساعات المساء المتأخرة فهنا بدك تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اتجنبوا الخلافات واسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه شوي في بعض المكاسب المالية اللي مصدرها بيجي يا شراكة يا تعويض طبعا الشراكة المقصود فيها الشراكة المالية اللي هو شريك بالعمل أو شريك بالعاطف يعني من الزوج أو الزوجة أو تعويضات أو أمور إلها علاقة بقرب بميراث مثلا حاولوا أنك تسارعوا لتصحيح الأخطاء واستعاد الثقة الآخرين وما تسمحوا للخلافات بالتأزم لسيما مع الأحباء ناقشوا وفاوضوا وما تتهربوا من مواجهة الأمور أو الأمر الواقع يعني حاول أنك تعبر عن رأيك بهدوء بدون ما تستفز تستفز أي شخص في فترة المساء المتأخرة هنا الأجواء رح تتغير تماما لصالحكم تنشطوا في السفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة سواء شراكة مالية أو عاطفية تقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة فترى شوي فيها نوع من أنواع التوتر لأن القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك بظل فيه نوع من أنواع التوتر بتشعر النطاف بتغضعيفة هيك بتكون مضطرب لأنه بعض الأمور ما بتمشي معك بسهولة فيها نوع من أنواع الصعوبة طبعا هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعات المساء فحاذر من اتخاذ قرارات حاسم وبرضو حاول أنك ما تعصد ما تدخل بمشاكل في ساعات المساء المتأخرة هنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أو ترتيب وضع مالي معين إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وبرضو لا تدخلوا في أي مواجهة مع زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أو زبائنك بالعمل ابتكثر اللقاءات والاجتماعات ممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي معين إلك أو لأحد الأحباء ابتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها حاول إنك تكون حريص على عملك وتنجز أعمالك وتدقق فيها بشكل جيد مخصوصا الأعمال المهمة أما في ساعات المسافة هنا القمر بصير مقابلك تماما ابترغبوا في تعزي شركاتكم وعلاقاتكم مع شركاء العمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وحاولوا إنكم أضخموا الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا افتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم ما تبالغوا في طلباتكم منهم الأجواء ما زالت جيدة ودعمل لك بقوة المستوى العاطفي ومستوى الحدود ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر تطور علاقة عاطفي مثلا فترة مثمرة وفيها كثير من المزايا وكثير من الانشغلات والتحركات يعني فترة فيها حظ وفيها نجاح وفيها تقدم أما في ساعات المساء المتأخرة هنا القمر رح ينتقل للبيت السادس عشان هيك من ساعات المساء بدكوا تنتبه لعملكم وبدكوا تنتبه لصحتكم يعني ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة لكم طبعا اللي وصل لهن يا ريت ما تنسوا تحطوا لايك ديس لايك كومنت دعوة أي شي واللي حابب أنه يدعم القناة عنده كبستين تحت لتشكرات أو انتساب للقناة برضو بده يدعم أكثر فيه في صندوق الوصف البيبال بقدر يحول عن طريق البيبال أي مبلغ مش مش شرط يعني مبلغ كبير أي شي رمزي طبعا هذا على حسب طلبك وانتوا لأنني أذكر في هاي الأشياء ما بدكو برضو لايك بكفي ما بدكو برضو شكرا لاحسن لاحسن الاستماع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة